اختارت اللجان الدائمة في مجلس النواب اليوم رؤسائها ومقرريها بالانتخاب والتوافق وفاز عبد المنعم العودات برئاسة اللجنة القانونية فيما توافق أعضاء اللجنة المالية على خالد البكار رئيسا وفي لجنة الشؤون الخارجية اختار أعضاء هرائد الخزعل رئيسا واختير خير الدين أبو صعيليك رئيسا للجنة الاقتصاد في حين فاز النائب خالد أبو حسان برئاسة لجنة العمل ومصلح الطراون بالتربية